أزمة لبنان الاقتصادية قلبت حياة لبنانيين رأسا على عقب وأصبحت عملية جراء السلعة الضرورية والغير ضرورية لمن استطاع إليه سبيل حتى ولو كانت مستلزمات شخصية يصعب الاستغناء عنها لهذا أطلقت نيساء لبنان صرخة بوجه الحكومة بعدما حالت الأزمة الاقتصادية دون وصول 76% منهم إلى مستلزمات الدورة الشهرية وهو ما سموه بفقر الدورة الشهرية منذ لحظة انطلاق هذه الحملة تصدر هاشتاغ نشفتونا دمنا قائمة الترنت في لبنان وسط إجماع ليس فقط من الإناث بل أيضا من الذكور على ضرورة دعم هذه السرعة الأساسية للمرأة من التعليقات كتبت الناشطة النسوية حياة مرشاد فقر الدورة الشهرية قضية تمس الكرامة وتؤثر أيضا على الحقوق الأخرى وهي قضية حق وليست امتيازا وكتبت أخرى ليس ترفا ولا مقبولا الصمت عن الوضع الصحي النسائي في بلادنا بعد أن قررت وزارة الاقتصاد الصدفة في لب الأزمة دعم الكاج وغيره من التفهاد دون الالتفات لحاجات النساء للفوض الصحية من التعليقات أيضا في صبايا عم تضطر تغيب عن دراستها لأيام لأن مش قادرة تشتري فوض صحية أدم غالين هادي مش كماليات وقفوا دعم الكرامبري والكاجو ودعموا إشياء أساسية لصحة المرأة أحدهم كتب الموضوع مش مسحة ومش عيب نعل الصوت بهيك موضوع وغرد آخر فقر الدورة الشهرية قضية تمس الكرامة وتؤثر أيضا على حقوق النساء والفتيات الأخرى كالحق في التعليم